بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ دلوقتي الدرس التاني عندنا وده هنتكلم فيه عن الفانكشن او الدوال المتلاب كله زي ما قلنا المال الفاتت مبني على المصففات او المترسيز عشان يقدر يعمل عليها العملات الحسابية طب العملات الحسابية دي بيخزن كل مجموعة من العملات الحسابية ويسجلهم جبه مكان واحد تستدعي يعمل كل العملات الحسابية دي مع بعضيها في وقت واحد بالترتيب يعني بترتيب العملات الحسابية في دخولها للفانكشن او الدوال هو حط مجموعة الدوال دول مثلا زي الصين انت لما تقول له عاو الصين 30 حيقول لك نص عملت زي صين 30 دخل جوه لأ مجموعة من المعادلات حلف المعادلات الحسابية اللي عنده ديت وطلع النتيجة في الاخر الخالص اللي هي النص ده اللي مثلا زي الكوزين ده اللي زي التان اللي هي الدوال المسلسية بالنسبة لنا دوال زي مثلا سكوية عشان كل حاجة بيعملها في المثلاب بيعملها عن طريق اللي ايه الفانكشن فانت بتخله input وتاخد منه output يعني معنا ان انت عشان تجيب حاجة زي الصين انت قلت ايه صين 30 تساوي نص يعني انت عاوز تطلع ايه النص يبقى النص ده اللي هو ال output بتاعك انت عدد خله ايه الزاوية اللي هي 30 يبقى انت بتدخل حاجة وتطلع حاجة تانية فالفانكشن دي عبارة عن black box او صندوق اسود ده بيدخله مجموعة من ال input ويطلع منه ال output ممكن يكون input واحد وممكن يكون اكتر من input وممكن يكون output واحد وممكن يكون اكتر من او بوت كل فانكشن حسب استخداماتها بتحدد عدد ال input وتحدد عدد ال output بتاعتها لو احنا جينا نبدأ في فانكشن بسيطة مثلا زي الدواء المثلاثية اللي احنا تكلمنا عنها اول حاجة اللحظة في الدواء المثلاثية ان برنامج المتلاب بقى بيستخدمش التقدير الستيني بيستخدم التقدير الدائري زي اللغات البرمجة زي سي والبيسيك والحاجات دي كلها تستخدم التقدير الدائري مش التقدير الستيني يعني لما نقول زاوية زي 30 انت بتاخد 30 وتضعب بي على 180 وهكذا عشان تحولها من تقدير لتقدير فاحنا مثلا ناخد حاجة زي زاوية مثلا نقول نص زاوية نص وعاوزين الصين بتاعها كتبنا كلمة صين وفتحنا قصين وكتبنا نص انما القصين دول غير قصين متوع الماتيكس القصين الماتيكس اللي هو قصين موابعين قصين بتوع الفانكشن بيبلغ على 9 وصف وتصع وصف بتطلع قصين بتوع الفانكشن بتكتب الصين وكتبنا القيمة ودرسنا انت هيطلع لك الناتج بتاعك 0.4794 طلع لك ناتج واحد ان دي لها input واحد ولها output واحد ممكن طبعا تخذ الابوت ده في function او variable ممكن تقول u تساوي sin نص هيطلع لك القيمة طيب لو احنا عايزين ناخد cosine نفس النظام بتاع sine u تساوي cosine وندوس enter هيطلع حالك وهكذا مع كل الدواء المثلاثية الثانية وطبعا في work space بالنسبة حال لو فتحنا حال لدينا اليوم السجلة بالقيمة بتاعتها 0.8778 76 دلوقتي الحاجة الثانية لنحوزين نجابها انت عندك sine cosine عندك 10 وت 10 عندك sec وس طبعا بيتكتب بتوقع معينة عشان نقدر نشوف مثلا لو احنا نفتح قوس ونكتب نص نقف القوس ده sec csc طبعا المشكلة الوقتي في حاجة بالنسبة الاوامر المثلاب كتير جدا و يعني عددها مهول جدا فصعب جدا انت تحفظ كل الاوامر اللي عندك واحيانا كتب تيجي تستدع الامر تفتكر الامر كده في الذاكرة حتى مش قادر تفتكر الاسبينينج صح ولو كتب تحف واحد غلط طبعا ما بينفس الامر انه بيعتبر ان دي حاجة غلط يعني كوسيك مسلا بدلا ما كتب ها csc زود تحف o مثلا حط csc مه سفتكرت ان cossc و just enter طلع لي undefined command or function cosec يعني قال لي ده اساسا ما قمدكش حاجة بالحروف دي فطبعا لازم نكون حافظين الحاجة بالضبط فعشان كده يفضل ان احنا نجيب و او الم و نكتب فيها كل function بنستخدمها و ازاي بنستخدمها يعني ال input اللي احنا بدخل هولا ان احنا نشوف بعد كده ان في دوائل تانية بدخلها اثنين input ال input لازم نكمل بالترتيب و نشوف دلوقتي الدوائل اللي بتاخد اثنين input نكمل بقيت الدوائل المثلثية عندك sine and cosine and tan en sec and cosec and cutan cot مقلوبهم بالنسبة للدوائل ديت لو احنا عاوزين اشتغال بالتخدير الستين ازاي هتحول انا نضغ في بار عالمية وتبنيين والحاجات دي طب انا عاوز تحول هالي في بردك في المثل بيحول هالي عاوز تحول ايه عاوز تحول من التقدير الستين للدقار يعني عاوز تحول من degree ل ردين زي ما احنا قلنا عاوز نحول من degree to radian حول من degree لradian ايه الانبوت اللي عدخله هنا قيمت الزاوية قيمت الزاوية مثلا نقوم الزاوية اللي هي 30 ونقفل القوص وندوس انت طلح حالي 0.5236 يبقى الزاوية اللي هي 30 بالتقدير السستين يساوي نص تقريبا نص بالتقدير الدائري لو احنا عاوز العمليا العكسية عاوز ردين يعني حولي meridian ل degree للزاوية اللي هي مثلا نقول نص اللي احنا ساعتها بنستخدم طلح حالي كان ب28 و68 طيب هل ممكن يدخل اكتر من function جوه بعض يعني اقولت degree to radian لليه للتائتين هل ممكن مثلا نستخدم متغير مثلا radian to degree بدل نص حكت view احنا عندي view بـ 0.8 طلح حالي هل ممكن احط function ولا لا يعني ممكن اقول radian to degree وافتح قص واكتب جواه degree to radian وافتح قص كمان وافتح 30 واقف القص الاولاني بتاع دي جري to radian واقف القص التاني بتاع radian to degree ومننساش دايما ان احنا على قد اللقوات اللي احنا فتحناها لازم نقف اللقوات الثاني واندوس enter اعطاني رسالة الخطأ undefined command function radian to degree لان احنا قلقتنا في حرف 1 بدل A المفروض يكون A زي ما قلتلكم الغلطة في حرف بعدك بيصال رسالة خطأ اعطاني الناتج 30 مرة تانية دا معناها ايه اللي انا طلبت منه انه هو يجيب ال radian to degree to radian للتلاتين هو زي ما قلنا تفنى بيخلص الاقواس الاول بعدك يخلص في البعديين فهو بيخلص الحاجات اللي جوة وبعدك يخلص في الاكبر في الاكبر في الاكبر لغاية ما يوصل للاخر خالص فعنده 30 دا رقم سابت مش حيضا يعمل فيه اي عملية حسابية طبعا انا كان في انا عملية حسابية هعمل الاول بعدك دخل في radian لل 30 راح محول ها بقى radian بعدك لأ function بتقول radian to degree حول مرة تانية لل degree فطلحها هي 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 طب ممكن استخدم نفس الحركة دي ان اقول له degree هاتلي sign sign دي احنا بنحط جوه اي بنحط جوه radian ونفتح course degree to radian ونفتح course ونحط جوه القص دا الزاوية بالتقدير ال 60 اللي هي 30 ونقفل القص الاولاني ونقفل القص التاني طلع لنتيج 0.5 دي معناها اي الاول حسب degree to radian وحول ال 30 دي لradian وبعد ما حول ها لradian جاب لها sign بتاعها وطلع احنا صح طب فيه function اي ثاني عملوا function ثانية للناس اللي هي بتشتغل بال degree sign وcos وكده اشتغلهم بال degree على طول زود حرف d بدلا ما كان اسمها sign بقت sign d ويفتح 30 مسلا وندوس enter هيتطلعلك نص ساعة طول يعني بيتعامل معها بالتقدير الدائري بالتقدير 60 على طول مش بالتقدير دائري طب ليه اللي خلان نشتغل بالدائري ان فيه application كتير جدا وفيه تطبيقات كتير جدا ومسائل كتير جدا لازم لازم اشتغل الزوايا كلها بالتقدير الدائري مش بالتقدير 60 عشان كده حط الاتنين حط التقدير الدائري وحط التقدير 60 وعلى فكرة الناس اللي هتستخدم متلاف version قديم شوية زي 5 2 10 6 مش هيلقي فيهم مثلا sign d هيلقي كله بالتقدير الريدي مفروش بالتقدير 60 زي ما عملنا sign دي هتلاقي عندك وزين d tan d sec d كل الحاجات زي ما هي بس تحط جنبها حرف d بردر عندنا الدوال الزائدية لو في ناس درستها في دوال اسمها الدوال الزائدية اللي هي مثلا sign يقول exponential sign 3 مثلا يبقى e plus 3 ناقص e plus 3 على 2 دي sign دوال الزائدية لها تطبيقات كتير جدا فعملها هنا في المتلاب كل اللي فيها ان انت عندك اسمها ايه shine s i n h kushine tanj kutanch فانت كل فيها هتحط ايه هتحط دي تقول مسلا اه تحط h sign بعد كده h تفتح cos نص ايه في القوس يطلع لك الدلة الزائدية بتاعت الشاين بتاعت النص kushine tanj كل الدوال زي ما هتكتبنا المال فاتت بس كل اللي فيها هايزود حرف a هايزود حرف h مشاكتر من كده احنا نغايد دلوقتي تقريبا اخدنا كام function لو انتو بتكتبو هتلاقوا ان احنا اخدنا 3 دوال 6 sin cos tan cos يعني تقريبا 6 6 لو احنا تكلمنا بتقدير radian و 6 كمان لو تكلمنا بالdegree و 6 كمان لما نتكلم في الدوال الزائدية واخدنا function اسمها radian to degree function كمان اسمها degree to radian يعني احنا داخلين دلوقتي في 20 function وحنا لسه في حوالي 10 دقائق اخدنا حوالي 20 function عشان نأخد مثلا المقلوب بتاع الحاجات دي مش المقلوب قصلي زي sine و cosec لا المقلوب يعني لو انت قلت sine 30 بنص طيب ايه الزاوية اللي sine بتاعها نص هتقول 30 عرفتها ازاي دي بيسموها inverse function يعني الدوال العكسية بس تتعامل هنا ازاي في المتلاب بنقول a sine بس كل اللي فيها بدأ ما تكتب sine تكتب a sine ونفتح قص ونقول نص ونقفل قص ثاني معناها هاتلي الزاوية اللي sine بتاعها نص طلع لي 0.5236 طب دي بالتخدير radian او زي او دي جري هعمل ايه هقول radian true degree وافتح قص واكتب جوه القص ده a sine وافتح قص كمان واكتب نص واقف القص الاول واقف القص التاني هيتطلع عليك 30 يبقى الزاوية 30 بتقدير الستين اللي هي sine بتاعها بنص زي ما اخدنا a sine هتلاقي فيه a sick a cosec a cosine a tan كل a tan كل الحاجات دي هتلاقيها موجودة كده يبقى احنا وصلنا الكام ل26 وعشرين function طب افرد انت شغال في sine ومش عايف بتدخل جواها ايه radian tdg مش عايف بتدخل جواها ايه يعني ايه بتاعك طب ايه output طب دي بتعمل ايه طب بتعرف الحاجات ازاي فيه امر في المتلاب وده اهم امر ممكن تتعلم ان هو اللي هيفتح لك السكك لكل حاجة بعد كده في المتلاب اللي هو help يعني المساعدة بتكتب له help وتكتب جنبيه الدلة اللي انت عاوز تبحث عنها دلة زي sign وتدوس enter هيعمل لك هيعرض لك help بتاع sign لو جيت ايه يقول sign of x is the sign of the element of x يعني قيمة sign بتاع العناصر اللي موجودة في x هنقع بعد كده انت مش لازم تدخل عنصر واحد انت ممكن تدخل matrix بس خليها قدام شوية لما نيجي ناخد اللي هي operation or العمليات على المصفوفات اوكي هتلاقيه هنا في جملة ضريفة جدا جدا c also a sign d دول ايه دول اللي اتنين دول عبارة عن function اللي شبه sign مش شبه ها في نفس يعني بتعمل نفس الحاجة لا نفس الموضوع دول مثلا بتدواء على حاجة مثلا زي عمليات بتاعت الزايا جاب لك الحاجات اللي تطبع الموضوع sign احنا عرفنا انها بتجيب sign بتاعت الزايا طب l-a sign l-inverse sign d sign بس التقدير الايه الستيني يبقى انت كل اللي فيها انت لو دست click على واحد فيهم يبهالك l-a sign بتعمل ايه d inverse sign طيب l-a sign d اللي كانت موجودة فوق بتعمل ايه اللي هي sign of n degrees يعني بالdegree لو تلاحظ هتلاقي فيه عندك a sign d يعني هتجيب inverse sign بس يطلع لك result في degrees احنا المرة اللي فاتت عملنا ايه لو جينا هنا في كل الوامر اللي استخدم في امر اللي احنا عملنا له radiant degree a sign of n s ممكن تسحبه كده وتحطه هنا عشان اللي رايحنا عوزين نعدل فيه ده طلع لنا الزاوية 30 طب انا لو اخدت نفس الكلام ده وعدلت فيه وخليت a sign d هيطلع لإيه هيطلع لتالتين زي كان فيه d a sign d فدول كمان 6 6 متغيرات 6 function كمان عرفناهم وصلنا الكم وصلنا كتير قوي دلوقتي مش هنقض نعد وصلنا العدد كبير فانت كل ما تفتح function وكل ما تعمل help function هتلاقي بيقولك see also كذا see also see also كذا هيطلع لك هيطلع function جديدة وجديدة لو قايت الهلب وصلت العدد كبير جدا من function لو قاملنا مثلا help على radian to degree ودرسنا enter قال لك ان function مش موجود ان برضى غلطنا في حرف e ومفروض نحط a radian to degree قال لك convert angles from radians to degrees كتاب لك بقى قال لك في حاجة degree to radian في radian to dms في حاجات كتير طبعا مش كل حاجة لازم بتتعلمها المتلاب قلنا مليان حاجات مليان toolbox كل الناس متخصصة في جزء بتستخدم toolbox بتاعها مش هنقدر ندي كل حاجة في المتلاب هتاخد الجزء اللي يقدر يمشيك في المتلاب بتقدر تشتغل منه تاخد المقدمة بمعن صاحب المتلاب لما تيجي تتعمق جوه تشوف تخصصصك فين وتبدأ تدور على function بتاعته فعشان كده احنا يهمنا radian to degree ويهمنا degree to radian الاتنين التانيين ما يهمنا احنا الوقت نشوف حاجة جديدة طبعا عاوزين نمسح الشاشة ده الشاشة مال كتير c لc مسحنا الشاشة وناخد function كمان function مثلا زي linn space فاكرين احنا المرة اللي فاتت لما ندخل متغيرات ونجبنا طريقة لو انت عندك بيها شوية وحطنا نقطتين هنشوف ها كده في command history حاجة زي دول كتبنا 10 نقطتين سلب 1 نقطتين سلب 3 نطلحها ونعرضها بقى درست عليها double click ننفذها لك بقى طلعت لك عدد العناصر دي طيب افرد انت بقى عاوز مش ما عندك step يعني انت مش عاوز تمشي 1 2 3 مش عاوز تمشي 10 9 8 مش عاوز تمشي 10 8 6 لأ انت عاوز تحط عدد عناصر ما بين الواحد والعشر وانا افترض مثلا 50 عنصر هتعمل ايه هتقول 10 ناقص 1 9 9 على 50 يديك step بتاعتك وادخلها بنفس الطريقة احنا عاوزين طريقة جديدة function جديدة sbace c ونفتح القوس الفونكشن دي نتوقع ان احنا هندخل لها ايه انا محتاج يكون عندي starting point نقطة بداية محتاج يكون عندي end point نقطة نهاية محتاج ان يكون عندي ايه كمان عدد element اللي هنحطها جوه الماتريكس دي يعني هنكون فيها كم element نفترض ان احنا عندنا بق المرادي c تساوي الكلام ده c تساوي للنسبة للكلام ده اول عنص نقول اللي هو الصف اخر عنص نقول اللي هو العشرة عاوز كم عنص في النص نقول الخمسة ونقفل القوس بتاعنا ده خلينا كم input 3 input عايطلع لها كم output 1 اللي هو c قال لك c تساوي صف 2 ونص 5 7 قيم طيب اللي خلاني طلعت خمس قيم بس طب انا عاوز ازود شوية الاول عاوزين نجرب ان احنا عاوزين نعكس في التانية كنا بنحط الstep بسلا بنقص واحد ونحط كبير اول بعد كال صغير وكلام ده كله هنا مفيش الكلام ده هنا في ايه هنا في ان انت عندك starting point وعندك end point وعندك step وعندك number of element عدد العناصر لازم تكتبهم بترتيب لازم الصف ده يكون هو البداية بتاعتك ده اول بداية تحط هنا او اي عدد تحط حطت صف حطت مية حطت الف حطت كبير حطت صغير هو ده البداية ثاني واحد هنا ده النهاية اخر حاجة هنا عدد element اللي عدد اتحط فانا مواد حطت الصف يعني الصف ده اكبر من نقص 10 ودست انت حيطلح علي بالعكس الصف بس اللي يهم ان الصف تكون اول قيمة السلب 10 اخر القيمة في النص المجموعة دول كلهم 10 5 قيم طيب انا هزود بدلا ما هي كانت 5 هحط 10 طب هفر ده انت زودت قوي خليتهم 30 ونشوف المنظر سيعمل ازاي اهو زودت اكثر انت مليتلك الصفحة شوية مش كده طب ناخده مثلا 100 يا ريكو كتير قوي مليتلك الصفحة هتطلع انت تطلع تجيب اول الاخيرة هل انت مثلا لما تجد في الابليكيشن حطيت عوز مترك 100 عنص ما بين الصف وما بين الناقص 10 حلا لاحظ بغضك ان البداية بتاعتنا صفة عادي خالص اهيت والنهاية بتاعتي سلب 10 مفيش مشاكل بس هل انت بتبع عوز اعرضها على الشاشة ولا هتستخدمها كمتغير فحاجة تانية ان انت تجيب لها اي حاجة تانية انا مش حاوز تشوف على الشاشة طب اعمل اي حاجة ما شوف اش على الشاشة احط سيمي كولون فاكرين السيمي كولون نحن حطناها اللي الفاصلة منقوطة عشان تنزل من سطر السطر في الماتريكس عشان تخليه مثلا تنزل من صف الصف نفس السيمي كولون دي نحطها بعد نهاية الفانكشن وندوس انت هايعمل اي ما زهليش الناتج بس خزنه وحشان نتأكد بنى ما السي دي هنخليها F وندوس Enter هتلاقيه هنا خزلك فانكشن في الوك سبيس اسمها F ال F دي واحد في مية يعني هي الفانكشن بتاعتنا اللي هي مية عنصر من صف ل عشرة عاوز تقوم قيمة ال F بتدوس F وانت ويعرض قيمة المية انصر فالسيم الكون عندنا عشان خاطر ما تعرض لكش القيم طبعا انت مشغال فانكشن فيها مسلا خمس ست اه خمس ست اوامر خمس ست ست كل ست في مجموعة الاوامر بتاعته محطتش السيم الكون هتلاقي الصفحة عمالة بتطلع وتنزل حاجات عمالة تتنفس كتير جدا المتلاب ممكن يهنج منك او يعملك مشكلة هو طبعا مش هينهنج على طول انما هتفضل الصفحة تتملي درجة ان انت هيقعد يلغي القديم ويحط مكانه سطوك جديدة فطبعا ما يابقاش لها اي لازمة فانفتك دايما نحط السيم كولون لو احنا مش عاوزين ه يعرض نتائج على الشاشة نمسح الشاشة بقى انها تملي وناخد اخر فانكشن عندنا اخر حاجة عاوزين نشوفها اللي هي دلوقتي انت دخلت فاريابل اسمه F 100 انت عايف انه 100 طب F دي انت شغال في البرمجة مش قدامك لو وقل سبيس ماشي هنشوف الحاجات دي بعد كده انت شغال في البرمجة مش Lens وتفتح قوس وتكتب الفانكشن بتاعتك الفانكشن اللي هي ايه مثلا F ونقفل القوس كتب لك 100 يعني عدل العناصر بتاعت F دي 100 طب انا عاوز ماتريكس تانية هناخد ماتريكس من اللي احنا كنا عاملينه من المرة اللي فاتت كان فيه ماتريكس كبير عاملنا المرة اللي فاتت عشان الخاطر او زواريكو حاجة طب Lens ده بجابلك طول الماتريكس قد ايه طب افرض الماتريكس دي حاجة زي دي الايه هنا ديت 4 3 طب هو هتطلع لك هتقول Lens تفتح بكورس وتكتب ايه قال لك 4 طب هي عشان 4 3 اعطاك 4 طب نجرب حاجة تانية ناخد ماتريكس تانية خالص مثلا زي زي ماتريكس اللي احنا فوق اعملنا فوق من شوية هاخد ماتريكس اقول G ساوي هفتح مثلا كده قص ماتريكس من 1 الى 10 سيميكونون من 20 الى من 1 ل 10 تاني مش حغير انها مش هستفيد او بالعدد اللي جوا واقفل ده وحط السيميكونون عشان مش عاوش دي طلعت لك ماتريكس ايه ماتريكس اتنين في 10 احنا فوق اعطانا ايه اعطانا اعطانا كاتي ماتريكس ربعة في 3 وقالت له هاتلي اللينس بتاع الايه راح عطيك ايه اعطيك ربعة طب هنا عاوز اقول له هات اللينس اعطانا بتاع الجي اعطاني 10 ما اعطانيش الاتنين مفروض لو عمل زي الفوق كان يديني الاتنين في الامر لينس بيجيب لك اطول حاجة يعني يجيب لك اذا كانت صفوف او الاعمدة شوف مين الاطول من الصفوف او الاعمدة قيمته اجبأ ويطلع لك القيمة طب انت عاوز صعب بالزبط قد ايه يعني عدد الصفوف قد ايه وعدد اعمدة قد ايه هتلاقي فbalance تاني اسمها size يعني الحج بتقول size وتكتب جي ونقفل قول وندوس enter هتحإجيب لك اثنين و عاش Metam العدد الاولان اللي هو عدد الصفوف العدد الثاني اللي هو عدد الاعمد لو قلتم بتاع ايه سيقول لك اربعة و Drive ثلاث اربعة و Chinese يبقى العدد الاولان الصفوف والعدد الثاني الاعمد لو قلتم مثلا size بتاع هاجه هاجة يطلع لك كم يطلع لك واحد ومية يعني صف واحد ومية عمود كده يبقى هو انت بتقدر تعرف منه الحجم بتاع المصفوفة اللي انت شغال فيها سواء انت محتاجي اطول حاجة خالص او لو هي فيكتو مثلا صف واحد زي مية عنص الحاجات اللي انا شفناها هتقول له مسلا تستخدم ام الانس على طول لو انت عاوز بقى حجمها عدد صف ادي وعدد عمودة الدي هتستخدم ام الانس على طول احنا كده عرفنا فنكشن كتب جدا انه هده تقيبا عدد ال 30 فنكشن زي ما قلتلكو الواقق والقلم دايما معانا نسجل اسماء الفنكشن ونسجل اللي بيخش لها ونسجل اللي بيطلع منها ويسجل ترتيب الحاجة اللي بتخش عشان ام من زي الانس بيس ما نتلخبطش فيه وندخل مثلا النهاية قبل البداية او الستيب اللي هي عدد المنت قصدي قبل النهاية وطبعا دي بتعمل المشكلة ان مش هتنفذلك زي ما انت عاوز وزي ما انت عاوز وزي ما انت عاوز احاطت في الماغك وشوكرا